أعطيتكم رأيي وتقييمي عن فيلم أباتار The Way of Water لكن الآن دعونا نأخذ أراء الناس وتقييمهم ما رأيكم بفيلم أباتار The Way of Water؟ نبدأ بيك جنن صراحة متع بصرية زي ما قلت أنا طبعا جاي عشان تقييمك إنه مرة حلوة وطلع فوق الخيات شفت البريفيو معنا نعم سوى الفيلم أصم مايتيب لأنه فنتازي أحب دي الأفلام فعشرة من عشرة أنا مليون من عشرة مرة استمتعت من ناحية أكشن من ناحية إثار أنا خلاص مرة تحمست حتى لدرجة أني بدأت أدمع ثمانية من عشرة الفيلم رائع 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 من ناحية التصوير الإنتاج تحس كلا كل دقيقة فيه نمط جديد يعني أنا قاعد أتفرج على متع بصرية أنا حاطي عشرة من عشرة متحمس الفيلم حتى لابست الكمامة قاعد تقوص معهم مرة حب البحر الجزء هذا نقلني للبحر يس فأباتار هالمرة قسم بالله من أفضل الأفلام اللي أنا اتفرشتها تسعة ونص الفيلم شدني بشكل كبير مدته كانت طويلة بس نشديت معاه من أول الفيلم إلى نهايته الأحداث كانت متسارعة كان فيه أكشن مرة عالي وأنا محبي الأكشن كهذا النوع من الأفلام ما كنت أتخيل إنه ممكن أقيمه عشرة من عشرة كقصة أنا صراحة مفهم إنه هو أصلا مربوط بالجزء الأول فأصلا حتى لو فهمت حتي فهم قصة مختلفة بزبزح كنا ما شفت الجزء بكل أمانة للأمانة التقييم عشرة على عشرة صراحة شكرا على الفيلم الفيلم يفوت الفيلم جدا قوي من نحط أكشن مغامرات دراما عشرة من عشرة رائع الفيلم متعة بصرية ومتعة سمعية أشياء مرة كثير في الفيلم عجبتني ثمانية ونص الفيلم مرة في إنسانية في عشرة الحلقة التاسعة من هاوس وفذ دراجون تعالوا نتكلم عنها شوية زي ما شفنا في بداية الحلقة وأخيرا ودع الغالي في سيرس وشفنا تخبط المجلس في اختيار الملك الجديد بين إيغون ورينيرا والصدمة كريستون كول ورجع مرة ثانية بفصلاته المفاجأة واللي وضح له إنه الآدمي هذا فقدت تحكم بنفسه ورح نشوف بقعات كثيرة ليه وشفنا إيمونت زعلانه هو شايف بإنه الأحق إنه يكون الملك بحكم إنه ذكي وقوي وسواك تنين محترف وبرضو شفنا إيغون وقلت ثقته بنفسه وإنه ما يبقى الحكم حتى لما ميسكو قال لي إيمونت أتركني وأعتقني وما رح تشوف وجهي مرة ثانية وشفنا الدور الأسطوري للملكة أليسينت وكيف قادة تتصرف في هذه الضغوطات لوحدها وضد أبوها وضد المعارضين وحبسها لرينيس وأخيراً الأكثر رهيبة لحفل تنصيب الملك والموسيقى والأجواء والحلقة التاسعة فعارفيني إنه رح يصير شي قوي وما ننسى هروب رينيس ونزولها في القبو على طول عرفت إنه في تنين جاي في الطريق وبالفعل جات لكن ما سوت شي أعطتهم تحذير بس إنه الحرب جاية الشي الوحيد اللي حسيته ناقص في هذه الحلقة هو ديمون ما أبغى أحلف لكن والله ديمون ورينيرا ما رح يعدوا الليلة على خير على العموم جداً استمتعت بالحلقة تقييم الشخص للحلقة التاسعة من حاصة دراجون هو التسعة من عشرة أبغاكم تكتبوه لرأيكم في هذه الحلقة وتوقعاتكم للحلقة الأخيرة سلام نيجي لعالم كرة القدم واللعبين العالمين اللي ظهروا في الأفلام أو كان لهم دور بطولي ومن أشهر اللعبين العالمين اللي دخلوا عالم السينما هو الوسيم ديفيد بيكام وظهوره في فيلم كينغ آرثر ومن الدولي الإنجليزي لعالم مارفل والسينما اللاعب فيني جونز لاعب ليدز وشيفل يونايتيد واللاعب الدولي لمنتخبة الويلز شارك في فيلم إكس مان وشارك في أفلام مرة كثير منهم سناتش وكينغز مان وقونن سيكسي سيكنز وثا ميجنفسين سيبن وأكيد ما ننسى اللاعب الفرنسي إيريك كنتونا أسطورة المنتخب الفرنسي وأسطورة مانشستر يونايتيد وظهوره في أفلام كثير مثل The Salvation وسويش The Traveler وكان بعضها مرور الكرام وبعضها كان له دور بطولي ولما نتكلم عن كورة ما ننسى اللاعب البرازيلي نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان وظهوره خفيف في فيلم ترابل إكس ريتين أوف إكزاندر كيج في عام 2017 بطولة فين ديزل وسامويل جاكسون تاسعة من House of the Dragon تعالوا نتكلم عنها شوية زي ما شفنا في بداية الحلقة وأخيرا ودع الغالي في سيرس وشفنا تخبط المجلس في اختيار الملك الجديد بين إيغون ورينيرا والصدمة كريستون كول ورجع مرة ثانية بفصلاته المفاجأة واللي وضح لنا إنه الآدمي هذا فقدت تحكم بنفسه ورح نشوف بقعات كثيرة لي وشفنا إيمونت زعلان وهو شايف بإنه الأحق إنه يكون الملك بحكم إنه ذكي وقوي وسواك تنين محترف وبرضو شفنا إيغون وقلت ثقته بنفسه وإنه ما يبقى الحكم حتى لما ميسكو قال لي إيمونت أتركني وأعتقني وما رح تشوف وجهي مرة ثانية وشفنا الدورة الأسطوري للملكة أليسينت وكيف قالت تتصرف في هذه الضغوطات لوحدها وضد أبوها وضد المعارضين وحبسها لرينيس وأخيرا الأكثر رهيبة الحفل تنصيب الملك والموسيقى والأجواء والحلقة التاسعة فعارفيني أنه رح يصير شيء قوي وما ننسى هروب رينيس ونزولها في القبو على طول عرفت أنه في تنين جاي في الطريق وبالفعل جات لكن ما سوت شيء أعطتهم تحذير بس أنه الحرب جاية الشيء الوحيد اللي حسيته ناقص في هذه الحلقة هو ديمون ما أبقى أحلف لكن والله ديمون ورينيرا ما رح يعدوا الليلة على خير على العموم جدا استمتعت بالحلقة تقييم الشخص للحلقة التاسعة من هاوسف الدراجون هو التسعة من عشرة أبغاكم تكتبوا لي رأيكم في هذه الحلقة من أمتى أفلام الحروب وآخر فيلم حربي رح يكون معنا في سلسلة الفيلم الذهبي وقصته عن جنديين بريطانيين يأدوا مهمة مستحيلة والمهمة هي أنهم يدخلوا أرض العدو عشان يوصلوا رسالة لقواتهم ويمنعوا توجههم لفخ مميت طبعا فكرة الفيلم مو بس بهذا القصة الفيلم أنعمل بطريقة وبطابع مميز كفيلم حربي والمخرج سام مينديزي اللي أخرج تحفة سكايفول وأمريكان بيوتي أخذ هذا الفيلم لليفل مختلف والفيلم هذا فيه نجوم مرة كثار مثل بليدك كامبر باتش وأندرو سكوت وريتشارد مادن وكولين فيرث وأخيرا مارك سترونغ وأخيرا اسم الفيلم ناينتين سيفنتين وصداره بسنة 2019 الفيلم ما فيه لكتات ويصلح للمشاهدة العائلية تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو التسعة من عشرة وأبغاكم تكتبوه تحت في الكومنت أفلام ذهبية من عندكم من أمتى أفلام الحروب وآخر فيلم حربي رح يكون معنا في سلسلة الفيلم الذهبي وقصته عن جنديين بريطانيين يأدوا مهمة مستحيلة والمهمة هي أنهم يدخلوا أرض العدو عشان يوصلوا رسالة لقواتهم ويمنعوا توجههم لفخ مميت طبعا فكرة الفيلم مو بس بهذا القصة الفيلم أنعمل بطريقة وبطابع مميز كفيلم حربي والمخرج سام مينديزي اللي أخرج تحفظ سكاي فول وأمريكان بيوتي أخذ هذا الفيلم لليفل مختلف والفيلم هذا فيه نجوم مرة كثار مثل بلديك كامبر باتش وأندرو سكوت وريتشارد مادن وكولين فيرث وأخيرا مارك سترونج وأخيرا اسم الفيلم ناينتين سيفنتين واصداره بسنة 2019 الفيلم ما فيه لكتات ويصلح للمشاهدة العائلية تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو التسعة من عشرة وأبغاكم تكتبوه تحت في الكومنت أفلام ذهبية من عندكم زعلان لأني ما تكلمت عن هذا الفيلم فيلم فيه كمية مشاعر ويجسد الواقع وقصص الظلم اللي بنسمعها قصته عن شخص متهم ظلم بأنه ارتكب جريمة هو ما سواها وبنته تحاول أن تثبت براءته بكل الطرق هذا الفيلم يخليك تستشعر وتحس بالحياة والحرية ومن منظور ثاني يخليك تشوف قساوتها وظلم بعض البشر ونصيحة مني حاول تشوف الفيلم لوحدك لأنك رح تبكي غصبا عنك وأخيرا فيلم السهرة التركي Miracle in Cell No.7 أو معجزة في الزنزانة رقم سبعة واصداره بسنة 2019 وتقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8.5 من 10 لا تنسوا اللايك والفولو جمعة وويكند يعني فقرة الأفلام المميزة اللي تنضم لسلسلة الفيلم الذهبي وقصة فيلمنا اليوم عن حياة الملياردير جوردان بيلفورد وكيف قدر يكون ثروته الهائلة من البورصة وفي عمر صغير هذا الفيلم اللي تابعته أكثر من خمسة مرات وكل مرة أعيده أستمتع أكثر من المرة اللي قبلها وكل ما تابعه أخذ من الفيلم رسالة جديدة لكن كمجمل الفيلم يوريك أنه لكله صعود هبوط والعكس تحفى من تحفى المخرجة العملاق مارتين سكورسيزي من بطولة واحد من أفضل ممثلين عندي وعندك ليوناردو ديكابريو وأخيرا اسم الفيلم The Wolf of Wall Street واصداره بسنة 2013 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق الرعب والغموضة الجديد The Watcher هل يستاهل أنك تتابعه أو لا قصته عن عائلة تنتقل لمنزل أحلامهم وفجأة تجيهم رسائل مشؤومة وتحديدات من الجيران حولهم قصة المسلسل الحقيقية والمسلسل يتكون من سبع حلقات تدخل في أول حلقة تلاقي نفسك تبتكمل الحلقة اللي بعدها اللي أنت يوصل للحلقة الرابعة وهنا يا عزيزي تبدأ تشوف الرتم يطيح وتحس بالملل وتدخل في فوضى ما بعدها فوضى علما بأنهم كانوا ماشيين في البداية بطريقة مميزة على العموم ما أطول عليكم استمتعت وتحمس في البداية لكن أنصدمت في النهاية وتحسفت أني تابعته وفي النهاية تقييم الشخص المسلسل The Watcher هو 6.5 من 10 تابعت فيلم بلاك آدم بدون ما أحرق عليكم خليني أعطيكم إيجابياته وسلبياته وأول إيجابية أنه الفيلم ما فيه أي لحظة مملة كلها أحداث وحركة وأكشن طريقة التنويع في الفيلم حلوة وفيه طابع كوميدي ممتع والكيميستر بين الممثلين جدا رهيب والمؤثرات البصلية والسليمتوغرافي بيرفكت لأبعاد درجة التويستات المعمولة جدا لا استمتعت فيها ضمن الأحداث وفيه ناس كثير ما عجبهم طيب نجي للسلبيات والسلبيات ما هي كثيرة لكن القصة كان يبالها شوية حبشتكات عشان تكون على قوة والحوارات في الفيلم ممتعة لكن ما حستها بذيك القوة وهذا الشي اللي ابتقدته في الفيلم وأخيرا ما هي سلبية كبيرة لكن الفيلم تحس مشابه لأفلام ذا روك أكثر من دي سي خلونا واقعيين رفعت سك بطموحاتي للفيلم وللأمانة جدا استمتعت والفيلم عائل ولعمر 12 سنة وفوق وأفضل خيار ليك في السينما الآن ونصيحة لا تفوتكم لقطة البوست كريدت سين شي ثاني من الآخر وتقييم الشخص لفيلم بلاك آدم هو 8.5 من 10 لا تنسوا اللايك والفولو لكل جديد بما إنه اليوم خميس فقلت أزبطكم بفيلمين للسهرة تصنيف الفيلم الأول هو أكشن وخيال علمي قصته عن بنتي تم إحياءها وتكون نص روبوت ونص إنسان تبدأ تتعرف على ماضيها وهويتها الحقيقية الفيلم مر بطل وراح يعجب الناس اللي حبوا الحركة والأكشن واسم الفيلم إليتا باتا الأنجل واصداره بسنة 2019 والفيلم الثاني تصنيفه إثارة ودراما وقصته أحداثه حقيقية في عام 1966 عن تسريب وثائق سرية للحرب بين فيتنام وأمريكا فتتعاون الناشرة مع رئيس التحرير عشان يكشفه هذا السر الخطير فيلم جدا ممتع واللي يحبه السياسة والتاريخ راح يندمجه بالفيلم على طول والفيلم يضم نجوم مثل توم هانكس وبوب أودين كيرك وأخيرا اسمه الفيلم الثاني The Post واصداره بسنة 2016 طبعا الفيلمين يصلحوا للمشاهدة العائلية وتقييم الشخصي للفيلمين هو الثمانية من العشرة لا تنسوا اللايك والفولو سلام خميس وويكن وجاء وقت فيلم السهرة فيلم السهرة اليوم تصنيفه حرب ودراما تدور احداث الفيلم بعد الحرب العالمية الثانية والقوات الدليماركية تأسر مجموعة من الجنود الألمان ويجبروهم انهم ينظفوا شاطئ كامل من الألغام المتفجرة بدون مراعاة أي مخاطر الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتعيشوا معاه في توتر ومشاعر وتخرجوا منه بعدة رسائل وأخيرا اسمه الفيلم Land of Mind واصداره بسنة 2015 الفيلم موجود في جميع المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو ثمانية من عشرة سلام وأخيرا دخلنا الشهر السادس يونيو ايش هي أهم الأفلام والمسلسلات اللي رح تنزل في هذا الشهر بتاريخ 2 يونيو رح ينزل فيلم الاكشن Last Scene Alive في جميع صالات السينما وبتاريخ 3 يونيو رح ينزل للموسم الثالث من مسلسل The Boys على منصة Amazon Prime وبنفس اليوم بتاريخ 3 يونيو رح ينزل فيلم الاكشن Interception على منصة نتفلكس وبتاريخ 8 يونيو رح ينزل مسلسل مارفل الجديد Miss Marvel وحتلقوا في جميع المواقع وبنفس اليوم 8 يونيو رح ينزل فيلم الكوميديا والدراما Hustle على منصة نتفلكس وبتاريخ 9 يونيو الفيلم المنتظر لهذا الشهر Jurassic World Dominion اللي رح ينزل في جميع صلاة السينما ومسلسل Peaky Blinders الموسم السادس واللي رح ينزل على منصة نتفلكس بتاريخ 10 يونيو وبتاريخ 17 يونيو وبينزل فيلم الاكشن Spiderhead على منصة نتفلكس واخيرا الموسم الثالث من مسلسل The Umbrella Academy واللي رح ينزل بتاريخ 22 يونيو على منصة نتفلكس احفظوا المقطع لانه مرة رح يفيدكم لا تنسوا اللايك والفولو سلام تقولي في الكوميدي مين افضل الشخصيات عندكم في هذه المسلسلات مسلسل Peaky Blinders اكتر شخص حبيته في هذا المسلسل هو Alfie Solomons The Walking Dead افضل شخصية عندي Daryl Game of Thrones جيمي لانستر جون سنو جيمي لانستر جون سنو مسلسل How to Get Away with Murder كل الشخصيات تنحب بس بالنسبة لأفضلهم فرانك دلفينو واخيرا مسلسل فيكينغز والله الخيار جدا صعب اي فار اليوم رح تكلم عن فيلم قصته جدا رهيبة وغريبة وجديدة يعني في الكتب والقصص والأساطير ما مرت علينا القصة هذه والفكرة هذه فيلم الإثارة الجديد Old خلينا نقول لكم قصته على السريع وفين تقدروا تتابعوا عائلة تقضي إجازتها في جزيرة وفي الجزيرة هذه تصير ظاهرة غريبة والظاهرة غريبة هذه انه عمرهم يتغير يعني البزر اللي عمره 6 سنين يصير شايب والعكس شيء حيخلي المشاهد في حالة صدمة واستغراب الفيلم انعرض في سنمات دول أوروبا وامريكا وفي هذا الأسبوع رح ينزل بجودة السينما على المواقع وبعد جهرين بالضبط فيلم اللي ثاني والأكشن من إنتاج وتقديم نتفلكس السماء القرمزية أو Blood Red Sky قصتها عن مجموعة الإرهابية تختطف طيارة في الليل داخل الطيارة هذه في واحدة عندها مرض غامض وتكتشف سير مرة خطيرة عشان تحمي ولدها طبعا شر الممثلين في هذا الفيلم هو دومينيك بورسيل بطل مسلسل بريزم بيك الفيلم حلو وساعتين تستمتع فيه يعرض على نتفلكس وباقي المواقع الأخرى سلام حابب تتابع عجد الأفلام وحتى اللي تنعرض بالسينما أول بأول بجودة عالية ومترجمة وبدون إعلانات جايب لكم موقع مشابه لنتفلكس وفضل صدقني الموقع ذلك رح يفيدك لايك وحركة الإكسبلور ولتس جو موقع بايناموس يقدم لك أجد الأفلام وتقدر تحملها وجودتها توصل إلى 4K تقدر تدخل موقع بجميع الأجهزة جوال، أيباد، لابتوب، أي شي عندك تجربة سبع أيام مجانية للموقع وبعدها يبدأ الاشتراك الشهري بثلاثة دولار فقط لو حبينا أشرح لكم على الموقع أكثر اكتبوا لي تحت في الكومنت اليوم جايب لكم مسلسل من موسم واحد وعشرة حلقات خفيف ممتع تخلصوا في جلسة وحده المسلسل بطولة المثلة العملاق براين كرانستون اللي مثل المسلسل بريكينج بات قصته عن قاضي متمرس باقي له شوية وترقى الفوق يتورط في قضية كبيرة بسبب ولده اللي صدم واحد وهرب والشخص اللي صدم ولده من عائلة جرامية كبيرة أنا عن نفسي تابعت المسلسل في موقع فاصل إعلاني تقدروا تتابعه هناك وانجوي سلام اليوم راح تكنم على مسلسل درامي والكوميدي تدلاسو وليش لازم تتابعه طبعا قصته عن لاعب كرة قدم أمريكية معتزل يسافر للمملك المتحد عشان يدرب فريق كرة قدم استبعبتوا انتو هو يفهم بكرة قدم أمريكية بس ما له في كرة قدم حقتنا ايش البقعات اللي ممكن راح تصير المسلسل من موسمين وفيه كمية ضحك مطبيعية يعرض في جميع مواقع انترنت وانطحكم تتابعو سلام خميس ويكند وجاء وقت فيلم السهرة فيلم السهرة اليوم تصنيفه أكشن وإثارة وقصته عن قناس سابق في الجيش الأمريكي واتهم باغتيار خمسة شخاص ويجي ضابط سابق في الجيش مو مقتنع بهذا الشي وياخذ التحقيق أليه يكتشف الحقيقة الفيلم من بطولة الممثل اللامع توم كروز واخيرا اسم الفيلم جاك ريتشر واصداره بسنة 2012 وفيه منه جزء ثاني والجزء الثاني اصداره بسنة 2016 والفيلمين يصلحوا العمر 13 سنة وفوق موجودين على منصة نتفليكس تقييم الشخص للجزء الأول هو ثمانية من عشرة تقييم الجزء الثاني هو سبعة من عشرة سلام عالم الأفلام مفتوح للكل والمنافسة فيه قوية بين الممثلين ليخذ لقب الأفضل لكن المنافسة هذه تغيرت تماما في آخر ثلاثين سنة بدخول المغنيين لعيبة الكورة لعيبة السلة وحتى المصارعين وصار الموضوع ما يكتصر على الممثلين المعروفين فاليوم حلقتنا بعنوان ممثلين ما هم ممثلين مين هم؟ خلونا نتعرف عليهم رح أحاول أتكلم واذكر جميع الفئات وحنبدأ بالمغنيين دائما نعرف أن المغنيين لهم صيط عالي وقوي في الإعلام وأنه ظهورهم في الأفلام يزيد من قوة الفيلم إعلاميا ومغني الرابع الأمريكي المعروف فوست مالون ومشاركته القوية بالفيلمين سبينسر كونفيدنتل وراثوف مان مع الممثل جيسو ستيثم فيلم جديد نزل أمثل أربعاء تصنيفه دراما وكوميدي واللي قصته على المستكشف لاعبين كرة السلة حظه مرة سيئة لكن يجي اليوم ويلاقي فيه لاعب متكامل ويحاول بكل الطرق الممكنة أنه ينجح مع هذا اللاعب ويتغلب على حظه السيئ فيلم يوريك التدرج في عقبات الحياة ويعطيك جرع التفاول حتى لو ما تحب تتابع كرة السلة صدقني رح تنبسط بالفيلم الفيلم تقريبا يشبه فيلم كريد وآخيرا اسم فيلم السهرة هو هسل أو همه في ملاعب كرة السلة موجود على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5 من 10 جمعة وويكند وجاء وقت الفيلم الذهبي تصنيف فيلم الذهبي اليوم هو حرب وأكشن قصته في الحرب العالمية الثانية عن رقيب وأربع جنود ودبابة يتجه في مهمة انتحارية خلف خطوط العدو فإيش ممكن يسوه هذول الخمسة أشخاص مع جيش كامل هذا انتوا اكتشفوه بنفسكم الفيلم فيه كوكب من النجوم وأهمهم براد بيت وجون بيرنثل ويستود لابوف وبينا وأخيرا اسم الفيلم فيوري واصداره بسنة 2014 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق تقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9 من 10 السلام اليوم جايب لكم مسلسل خرافي وتوقع قليل منكم اللي تابعوه تصنيف المسلسل هو فانتزي ودراما وقصته عن دكتور يشتغل في معمل طبي لإختبارات وهذا الدكتور عنده سر محير وخطير جدا وهذا السر الخطير إنه عايش لأكثر من 200 سنة ما يكبر أبدا وبمساعدة شركة المحققة يحاول يسوي يكتشفه سبب هذا السر الخطير المسلسل من بطولة الممثل يوان غروفود ويتكون من موسم 1 22 حلقة وأخيرا اسم المسلسل فوريفر واصداره بسنة 2014 المسلسل موجود في جميع المواقع ويصلح لعمر 16 سنة وتقييم الشخصي لهذا المسلسل هو 8 من 10 سنة جمعة وويكيند وجاء وقت الفيلم الذهبي فيلمنا اليوم تصنيفه خيال علمي ومغامرة وقصته عن الكرة الأرضية وإنه ما صارت تصلح للعيش محد يقدر يسكن فيها ويتكلف مزارع وطيار سابق إنه يقود مركبة فضائية مع فريق من الباحثين عشان يدوروا على كوكب جديد مناسب للبشرية القصة ما توقف على كده في تجارب واستكشافات رهيبة ليك أنت كمشاهد في هذا الفيلم الخرافي والفيلم من بطولة ماثيو مكونهي وأنها ثلوي من إخراج العبقري كريستوفر نولن وأخيرا اسم الفيلم انترستيلر واصداره بسنة 2014 الفيلم لعمر 12 سنة وفوق وموجود على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9.5 من 10 سلام أكثر فيلم منتظر في هذا الشهر فيلم الأكشن والإثارة The Grey Man وقصته عن عميل على رأس هذا الشخص ويصير مطارد من الكل لسبب زميله السابق من الوكالة نفسها ليش متحمس لهذا الفيلم لأنه من بطولة كريس إيفنز وراين قوسلينج وأنا دي أرمس والفيلم من إخراج جو أنثني روسو اللي أخرجوا فيلم Avengers Endgame و Infinity War وفيلم Extraction الفيلم رح ينزل بالسلمة بعد 4 أيام بتاريخ 14 يوليو ورح ينزل على مرصة نتفليكس بعده بثمانية أيام بتاريخ 22 يوليو بخليكم مستعدين وجاهزين سلام اليوم جايب لكم فيلمين والفيلمين هذول نهايتهم صادمة الفيلم الأول عن زوج وزوجة ينتقلوا البيت جديد ويزورهم صديق سابق ويجيب لهم هدايا وينشب لهم كل يوم علىين يصير شيء غير متوقع اسم هذا الفيلم The Gift واصداره بسنة 2015 تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7 من 10 والفيلم الثاني عن خياطي انجليزي يصنع بدلات غالية واغلب زباينه من رجال العصابات واسم هذا الفيلم The Outfit واصداره بسنة 2022 تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7.5 من 10 طبعا الفيلمين موجودين في جميع المواقع بجودة عالية سلام تابعت فيلم The Gray Man وحس من زمان ما شفت فيلم اكشن بالطريقة هذه صحيح انه تحس القصة مكررة لكن مخرجين الفيلم اللي هما الأخوان روسو اللي أخرجوا فيلم Avengers Endgame وإنفينيتي وور أخذوا هذا الفيلم لليفل عالي طبعا ما ننسى الأداء الأسطوري الأبرز الممثلين واللي هما كريس إفنز وراين قوسلينج وأنا دي أرمس هذا الفيلم كأنك تتابع فاسن The Furious و جيمس بوند مع بعض أكشن وحماس ومتمل أبدا الفيلم راح نعرض على نتفليكس بعد ثمانية أيام في تاريخ 22 يونيو لكن في السينما التجربة مرة مختلفة مع السماعات المحيطية والشاشة العملاقة وأخيرا مدة الفيلم ساعتين والعمر 15 سنة وفوق تقييم الشخص لهذا الفيلم وثمانية من عشرة سلام واحد من أقوى أفضل المسلسلات في الفترة الحالية مسلسلة دراما The Offer المسلسل يتكلم عن صناعة أفضل عمل في التاريخ بالنسبة لي فيلم The Godfather فهذا المسلسل راح تعرف كل التفاصيل والصعوبات اللي واجهت المنتج والطاقم أثناء تصوير هذا العمل الأيقوني طبعا لازم تكون شايف أول جزء من فيلم The Godfather عشان تستمتع بالمسلسل وتعيش الأجواء المسلسل من موسم واحد يتكون من عشرة حلقات لعمر 18 سنة وفوق موجود على منصة OSM Plus باقي المواقع الإنترنت تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو التسعة من عشرة سلام ملخص لهم الأخبار السينمائية لهذا الأسبوع الخبر الأول بعد نجاح فيلم Top Gun Maverick مايلز تيلر في محدثات مع توم كروز لعمل جزء ثالث من Top Gun والخبر الثاني والمحزن وفاة الممثل تولي سيريكو لعمره 79 عام وهو الممثل المعروف والمشهور بدور هوليغ والتيري من مسلسل The Sopranos والخبر الثالث والجميل أنه نتفلكس أعلنت عن نسخة حية من Death Note ورح يكون مسلسل ومن إنتاج The Defer Brothers اللي ابتكروا مسلسل Stranger Things وأخيراً والخبر المهم مقابلتي مع تامر حسني نزلت كاملة بالبرنامج الأحمر فروحوا شوفوه وصبطوني سلام ودخلنا الشهر السابع يوليو أي شيء أهم وقو الأفلام والمسلسلات اللي رح تنزل في هذا الشهر بتاريخ 1 يوليو نزل البرت الثاني من الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things على نتفلكس وبنفس اليوم نزلت أول حلقة من مسلسل الأكشن الجديد The Terminal List على أمازون برايم وبتاريخ 7 يوليو بينزل فيلم الأكشن الجديد Hot Seat في جميع صلاة السينما وبنفس اليوم تنزل أول حلقة من مسلسل خيار العلم الجديد One Heaven جميع مواقع إنترنت وفيلم Thor Love and Thunder بينزل بتاريخ 8 يوليو لكن عندنا ممكن يتعجل وممكن ما ينعرض بنفس اليوم بينزل مسلسل الدراما The Longest Night على نتفلكس وبرضو بنفس اليوم بتاريخ 8 يوليو بينزل مسلسل الإثارة Blackbird على منصة Apple TV وبتاريخ 11 يوليو رح ينزل البرت الثاني من الموسم السادس لمسلسل Better Call Saul جميع مواقع الإنترنت وأخيرا أكثر فيلم منتظر فيلم الغموض والإثارة The Grey Man رح ينزل بالسينما بتاريخ 14 يوليو على منصة نتفلكس الفيلم الملحمية اللي ممكن تشوفها ورح يكون اليوم فيلما للذهبي وقصته باختصار عن حصار مدينة طروادة والحرب اللي استمرت لعشرة سنوات بين الإغريق وسكان طروادة الفيلم الملحمي اللي مبني على قصة أختلف المورخين عن حقيقتها من عدمها ولما يكون فيلم ذهبي أكيد بيكون من بطولة نجم كبير ومعروف سي براد بيت وأخيرا اسم الفيلم تروي واصداره بسنة 2004 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق وموجود على منصة نتفلكس باقي المواقع الانترنت وتقييمي الشخصي لهذا الفيلم الذهبي والتسعة من عشرة سلام اليوم راح تكلم عن مسلسل درامي والكوميدي تدلاسو وليش لازم تتابعه طبعا قصته على لاعب كرة قدم أمريكية معتزل يسافر للمملك المتهد عشان يدرب فريق كرة قدم استبعبتوا انتو هو يفهم بكرة قدم أمريكية بس ما له في كرة قدم حقتنا اشأ البقعات اللي ممكن راح تصير المسلسل من موسمين وفيه كمية ضحك مطبيعية يعرض في جميع مواقع الانترنت وانصحكم تتابعوه بسلام خميس ويكند وجاء وقت فيلم السهرة فيلم السهرة اليوم تصنيفه أكشن وإثارة وقصته عن قناس سابق في الجيش الأمريكي واتهم باغتيار خمسة شخاص ويجي ضابط سابق في الجيش مو مقتنع بهذا الشي وياخذ التحقيق ألين يكتشف الحقيقة الفيلم من بطولة الممثل اللامع توم كروز واخيرا اسم الفيلم جاك ريتشر واصداره بسنة 2012 وفيه منه جزء ثاني والجزء الثاني اصداره بسنة 2016 والفلمين يصلح لعمر 13 سنة وفوق موجودين على منصة نتفلكس تقييم الشخصي للجزء الأول هو ثمانية من عشرة تقييم الجزء الثاني هو سبعة من عشرة سلام عالم الأفلام مفتوح للكل والمنافسة فيه قوية بين الممثلين ليخذ لقب الأفضل لكن المنافسة هذه تغيرت تماما في آخر ثلاثين سنة بدخول المغنيين لعيبة الكورة لعيبة السلة وحتى المصارعين وصار الموضوع ما يكتصر على الممثلين المعروفين فاليوم حلقتنا بعنوان ممثلين ما هم ممثلين مين هم؟ خلونا نتعرف عليهم رح أحاول أتكلم واذكر جميع الفئات وحنبدأ بالمغنيين دائما نعرف أن المغنيين لهم سيط عالي وقوي في الإعلام وأنه ظهورهم في الأفلام يزيد من قوة الفيلم إعلاميا ومغني الرابة الأمريكي المعروف فوست مالون ومشاركته القوية بالفيلمين سبينسر كونفيدنتل وراثوف مان مع الممثل جيسو ستيثم فيلم جديد نزل أمس الأربعاء تصنيفه دراما وكوميدي واللي قصته على المستكشف لاعبين كرة السلة حظه مرة سيئة لكن يجي اليوم ويلاقي فيه لاعب متكامل ويحاول بكل الطرق الممكنة أنه ينجح مع هذا اللاعب ويتغلب على حظه السيئ فيلم يوريك التدرج في عقبات الحياة ويعطيك جرع التفاول حتى لو ما تحب تتابع كرة السلة صدقني رح تنبسط بالفيلم الفيلم تقريبا يشبه فيلم كريد وأخيرا اسم فيلم السهرة هو هسل أو همه في ملاعب كرة السلة موجودة على منصة نتفليكس وتقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7.5 من 10 سلام جمعة وويكيند وجاء وقت الفيلم الذهبي تصنيف فيلم الذهبي اليوم هو حرب وأكشن قصته في الحرب العالمية الثانية عن رقيب وأربع جنود ودبابة يتجه في مهمة انتحارية خلف خطوط العدو فإيش ممكن يسوه هذول الخمسة أشخاص مع جيش كامل هذا انتوا اكتشفوه بنفسكم الفيلم فيه كوكب من نجوم وأهمهم براد بيت وجون بيرنثل ويستود لابوف وبينا وأخيرا اسم الفيلم فيوري واستطاره بسنة 2014 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو 9 من 10 سلام اليوم جايب لكم مسلسل خرافي وتوقع قليل منكم اللي تابعوه تصنيف المسلسل هو فانتزي ودراما وقصته عن دكتور يشتغل في معمل طبي لاختبارات وخطير جدا وهذا السر الخطير انه عايش لأكثر من 200 سنة ما يكبر أبدا ومساعدة الشركة المحققة يحاولوا يكتشفوا سبب هذا السر الخطير المسلسل من بطولة الممثل يوان جروفود ويتكون من موسم واحد 22 حلقة وأخيرا اسم المسلسل فوريفر واصداره بسنة 2014 المسلسل موجود في جميع المواقع ويصلح لعمر 16 سنة تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو 8 من 10 سنة جمعة وويكيند وجاء وقت الفيلم الذهبي فيلما اليوم تصنيفه خيال علمي ومغامرة وقصته عن الكرة الأرضية وانه ما صارت تصلح للعيش وما حد يقدر يسكن فيها ويتكلف مزارع وطيار سابق انه يقود مركبة فضائية مع فريق من الباحثين عشان يدوروا على كوكوب جديد مناسب للبشرية القصة ما توقف على كده في تجارب واستكشافات رهيبة ليك انت كمشاهد في هذا الفيلم الخرافي والفيلم من بطولة واخيرا اسم الفيلم واصداره بسنة 2014 الفيلم لعمر 12 سنة وفوق وموجود على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9.5 سلام اكثر فيلم منتظر في هذا الشهر فيلم الاكشن والاثارة في كريمان وقصته عن عميل يكشف اسرار خطيرة عن الوكالة وتترصد مكافأة على رأس هذا الشخص ويصير مطارد من الكل بسبب زميله السابق من الوكالة نفسها ليش متحمس لهذا الفيلم لانه من بطولة كريس ايفنس وراين قوسلينج وانا دي ارماس والفيلم من اخراج جو انثني روسو اللي اخرجوا فيلم افينجرز اند جيم وينفينيتي وور وفيلم اكستراكشن الفيلم راح ينزل بالسيلمة بعد 4 ايام بتاريخ 14 يوليو وراح ينزل على مرصة نتفليكس بعده بثمانية ايام بتاريخ 22 يوليو بخليكم مستعدين وجاهزين سلام اليوم جايب لكم فيلمين والفيلمين هذول نهايتهم صادمة الفيلم الاول عن زوج وزوجة ينتقلوا البيت جديد ويزورهم صديق سابق ويجيب لهم هدايا وينشبل لهم كل يوم علينا يصير شي غير متوقع اسم هذا الفيلم The Gift واصداره بسنة 2015 تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7 من 10 والفيلم الثاني عن خياط انجليزي يصنع بدلات غالية واغلب زباينه من رجال العصابات ويصير شي مفاجئ ويهدد حياة هذا الخياط واسم هذا الفيلم The Outfit واصداره بسنة 2022 تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5 من 10 طبعا الفيلمين موجودين في جميع المواقع بجودة عالية سلام تابعت فيلم The Gray Man وحس من زمان ما شفت فيلم اكشن بالطريقة هذه صحيح انه تحس القصة مكررة لكن مخرجين الفيلم اللي هم الاخوان روسو اللي اخرجوا فيلم Avengers Endgame و Infinity War اخذوا هذا الفيلم لليفل عالي طبعا ما ننسى الاداء الاسطوري الابرز الممثلين واللي هم كريس ايفنز وراين قوسلينج وانا دي ارمس هذا الفيلم كأنك تتابع Fast and the Furious و جيمس بوند مع بعض اكشن وحماس متمل ابدا الفيلم رح انعرض على نتفليكس بعد ثمانية ايام بتاريخ 22 يونيو لكن في السينما التجربة مرة مختلفة مع السماعات المحيطية والشاشة العملاقة واخيرا مدة الفيلم ساعتين والعمر 15 سنة وفوق تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو ثمانية من عشرة سلام واحد من اقوى افضل المسلسلات في الفترة الحالية مسلسلة دراما The Offer المسلسل يتكلم عن صناعة افضل عمل في التاريخ بالنسبالي فيلم The Godfather فهذا المسلسل رح تعرف كل التفاصيل والصعوبات اللي واجهت المنتج والطاقم اثناء تصوير هذا العمل الايقوني طبعا لازم تكون شايف اول جزء من فيلم The Godfather عشان تستمتع بالمسلسل وتعيش الأجواء المسلسل من موسم واحد يتكون من عشرة حلقات لعمر 18 سنة وفوق موجود على منصة OSM Plus باقي المواقع الانترنت وتقييم الشخصي لهذا المسلسل هو التسعة من عشرة سلام ملخص لهم الأخبار السينمائية لهذا الأسبوع الخبر الأول بعد نجاح فيلم Top Gun Maverick مايلز تيلر في محادثات مع توم كروز لعمل جزء ثالث من Top Gun والخبر الثاني والمحزن وفات الممثل تولي سيريكو في عمره 79 عام وهو الممثل المعروف والمشهور بدور هوليغ والتيري من مسلسل The Sopranos والخبر الثالث والجميل انه نتفليكس اعلنت عن نسخة حية من Death Note ورح يكون مسلسل ومن إنتاج The Daffer Brothers اللي ابتكروا مسلسل Stranger Things وأخيراً والخبر المهم وقابلتي مع تامر حسني نزلت كاملة في البرنامج الأحمر فروحوا شوفوه وصبطوني سلام ودخلنا الشهر السابع يوليو أي شيء أهم وقوة الأفلام والمسلسلات اللي رح تنزل في هذا الشهر بتاريخ 1 يوليو نزل البرت الثاني من الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things على نتفليكس وبنفس اليوم نزلت أول حلقة من مسلسل الأكشن الجديد The Terminal List على أمازون برايم وبتاريخ 7 يوليو بينزل فيلم الأكشن الجديد Hot Seat في جميع صلاة السينما وبنفس اليوم تنزل أول حلقة من مسلسل خيال العلم الجديد منهابن جميع مواقع الإنترنت وفيلم Thor Love and Thunder بينزل بتاريخ 8 يوليو لكن عندنا ممكن يتأجل ممكن ما ينعرض وبنفس اليوم بينزل مسلسل الدراما The Longest Night على نتفليكس وبرضو بنفس اليوم بتاريخ 8 يوليو ينزل مسلسل الإثارة Blackbird على منصة Apple TV وبتاريخ 11 يوليو رح ينزل البارت الثاني من الموسم السادس لمسلسل Better Call Saul جميع مواقع الإنترنت وأخيراً أكثر فيلم منتظر فيلم الغموض والإثارة The Grey Man رح ينزل بالسينما بتاريخ 14 يوليو على منصة نتفليكس بتاريخ 22 يوليو سلام واحد من أقول أفلام الملحمية اللي ممكن تشوفها رح يكون اليوم فيلم للذهبي وقصته باختصار عن حصار مدينة طروادة والحرب اللي استمرت لعشرة سنوات بين الإغريق وسكان طروادة الفيلم الملحمي اللي بمني على قصة أختلف المورخين عن حقيقتها من عدمها ولما يكون فيلم ذهبي أكيد بيكون من بطولة نجم كبير ومعروف سي براد بيت وأخيراً اسم الفيلم تروي واصداره بسنة 2004 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق موجود على منصة نتفليكس باقي المواقع الانترنت وتقييمي الشخصي لهذا الفيلم الذهبي والتسعة من عشرة سلام خميس وويكن وجاء وقت فيلم السهرة فيلم السهرة اليوم تصنيفه حرب ودراما تدور أحداث الفيلم بعد الحرب العالمية الثانية والقوات الدنماركية تأسر مجموعة من الجنود الألمان ويجبروهم أنهم ينظفوا شاطئ كامل من الألغام المتفجرة بدون مراعاة أي مخاطر الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتعيشوا معاه في توتر ومشاعر وتخرجوا منه بعدة رسائل وأخيرا اسمه الفيلم Land of Mine واصداره بسنة 2015 الفيلم موجود في جميع المواقع بجودة عالية تقييمي الشخصي لهذا الفيلم هو ثمانية من عشرة سلام وأخيرا دخلنا الشهر السادس يونيو إيش هي أهم الأفلام المسلسلات اللي رح تنزل في هذا الشهر بتاريخ 2 يونيو رح ينزل فيلم الأكشن Last Seen Alive في جميع صالات السينما وبتاريخ 3 يونيو رح ينزل للموسم الثالث من مسلسل The Boys على منصة Amazon Prime وبنفس اليوم بتاريخ 3 يونيو رح ينزل فيلم الأكشن Interception على منصة نتفلكس وبتاريخ 8 يونيو رح ينزل المسلسل مارفل الجديد Miss Marvel وحتلقوا في جميع المواقع وبنفس اليوم 8 يونيو رح ينزل فيلم الكوميديا والدراما Hustle على منصة نتفلكس وبتاريخ 9 يونيو الفيلم المنتظر لهذا الشهر Jurassic World Dominion والذي رح ينزل في جميع صلاة السينما وبسلسل Peaky Blinders الموسم السادس والذي رح ينزل على منصة نتفلكس بتاريخ 10 يونيو وبتاريخ 17 يونيو بينزل فيلم الأكشن Spiderhead على منصة نتفلكس وأخيرا الموسم الثالث من مسلسل The Umbrella Academy والذي رح ينزل بتاريخ 22 يونيو على منصة نتفلكس أحفظوا المقطع لأنه مرة رح يفيدكم لا تنسوا اللايك والفولو سلام نحن لعالم كرة القدم ومن الدولة الإنجليزية لعالم مارفل والسينما اللاعب فيني جونز لاعب ليدز وشيفل يونيتد واللاعب الدولي لمنتخب الويلز شارك في فيلم إكس مان وشارك في أفلام مرة كثير منهم سناتش وكينجز مان وغان ان سيكستي سكنز ومجنفسين سيفن وأكيد لا ننسى اللاعب الفرنسي إيريك كانتونا أسطورة المنتخب الفرنسي وأسطورة فانشستر يونيتد وظهوره في أفلام كثير مثل وكان بعضها مرور الكرام وبعضها كان له دور بطولي ولما نتكلم عن كورة ما ننسى اللاعب البرازيلي نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان وظهوره خفيف في فيلم ترابل اكس ريتيرن وفي اكزاندر كيج في عام 2017 بطولة فين دايزل وسامويل جاكسون راح اذكر خمسة مسلسلات وأقول لكم مين أفضل شخصية عندي فيهم وانتو كمان اكتبوا لي في الكوميتز مين أفضل الشخصيات عندكم في هذه المسلسلات مسلسل بيكي بلايندرز أكثر شخص حبيته في هذا المسلسل هو الفي سولومونز The Walking Dead أفضل شخصية عندي ديروف Game of Thrones جيمي لانستر جون سنو جيمي لانستر جون سنو مسلسل How to get away with murder كل الشخصيات تنحب بس بالنسبة لي أفضلهم فرانك دلفينو وأخيرا مسلسل فيكينغز والله الخيار جدا صعب ايفار اليوم ستكلم عن فيلم قصته جدا رهيبة وغريبة وجديدة يعني في الكتب والقصص والأساطير ما مرت علينا القصة هذه والفكرة هذه فيلم الإثارة الجديد Old خلينا أقول لكم قصته على السريع وفين تقدروا تتابعوه عائلة تقضي إجازتها في جزيرة وفي الجزيرة هذه تصير ظاهرة غريبة والظاهرة غريبة هذه أنه عمرهم يتغير يعني البزر اللي عمره ستة سنين يصير شايب والعكس شيء حيخلي المشاهد في حالة صدمة واستغراب الفيلم انعرض في سنينمات دول أوروبا وأمريكا وفي هذا الأسبوع سينزل بجودة السينما على المواقع وبعد جهرين بالضبط فيلم الإثارة والأكشن ما ينتاجه تقديم نيتفليكس السماء القرمزية أو بلاد ريد سكاي قصة عن مجموعة إرهابية تختطف طيارة في الليل داخل الطيارة هذه في واحدة عندها مرض غامض وتكتشف سير مرة خطيرة عشان تحمي ولدها طبعا أشر الممثلين في هذا الفيلم هو دومينيك بورسيل بطل مسلسل بريزن بيك الفيلم حلو وساعتين تستمتع فيه يعرض على نيتفليكس وباقي المواقع الأخرى سلام حابب تتابع أجدد الأفلام وحتى اللي تنعرض بالسينما أول بأول بجودة عالية ومترجمة وبدون إعلانات؟ جايب لكم موقع مشابه لنيتفليكس وأفضل صدقني الموقع ذا رح يفيدك لايك وحركة الإكسبلور ولتس جو موقع بايناموس يقدم لك أجدد الأفلام وتقدر تحملها وجودتها توصل إلى 4K تقدر تدخل الموقع بجميع الأجهزة جوال ايباد لابتوب أي شيء عندك تجربة سبع أيام مجانية للموقع وبعدها يبدأ الاشتراك الشهري بثلاثة دولار فقط لو حابين أشرحكم على الموقع أكثر اكتبوني تحت في الكومنت اليوم جايب لكم مسلسل من موسم واحد وعشرة حلقات خفيفة ممتع تخلصوا في جلسة واحدة المسلسل بطولة الممثلة العملاق براين كرانستون اللي يمثل مسلسل بريكينج بات قصته عن قاضي متمرس باقي له شوية وترقى الفوق يتورط في قضية كبيرة بسبب ولده اللي صدم واحد وهرب والشخص اللي صدم ولده من عائلة جرامية كبيرة أنا عن نفسي تابعت المسلسل في موقع فاصل إعلاني تقدروا تتابعه هناك وانجوي سلام نيجي لعالم كرة القدم واللعبين العالمين اللي ظهروا في الأفلام أو كان لهم دور بطولي ومن أشهر اللعبين العالمين اللي دخلوا عالم السينما هو الوسيم ديفيد بيكام وظهوره في فيلم كينغ آرثر ومن الدول الإنجليزي لعالم مارفل والسينما اللاعب فيني جونز لاعب ليدز وشيفلد يونيتد واللاعب الدولي لمنتخب الويلد شارك في فيلم إكس مان وشارك في أفلام مرة كثير منهم سناتش وكينغز مان وغان ان سيكستي سكنز ومجنفسين سيفن وأكيد ما ننسى اللاعب الفرنسي إيريك كنتونا اسطورة المنتخب الفرنسي واسطورة مانشستر يونيتد وظهوره في أفلام كثير مثل وكان بعضها مرورة كرام وبعضها كان له دور بطولي ولما نتكلم عن كورة ما ننسى اللاعب البرازيلي نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان وظهوره خفيف في فيلم ترابل إكس ريتيرن أوب إكزاندر كيج في عام 2017 بطولة فين ديزل وسامويل جاكسون الثقة التاسعة من هاوسو ذا دراجون تعالوا نتكلم عنها شوية زي ما شفنا في بداية الحلقة وأخيرا نودع الغالي في سيرس وشفنا تخبط المجلس في اختيار الملك الجديد بين إيغون ورينيرا والصدمة كريستون كول ورجع مرة ثانية بفصلاته المفاجئة واللي وضح له انه الآدم هذا فقدت تحكم بنفسه ورح نشوف بقعات كثيرة ليه وشفنا إيمونت زعلانه هو شايف بانه الأحق انه يكون الملك بحكم انه ذكي وقوي وسواك تنين محترف وبرضو شفنا إيغون وقلت ثقته بنفسه وانه ما يبقى الحكم حتى لما ميسكو قال لي إيمونت اتركني واعتقني وما رح تشوف وجهي مرة ثانية وشفنا الدور الأسطوري للملكة أليسنت وكيف قادة تتصرف هذه الضغوطات لوحدها وضد أبوها وضد المعارضين وحبسها لرينيس وأخيرا الأكثر رهيبة لحفل تنصيب الملك والموسيقى والأجواء والحلقة التاسعة فعارفين انه رح يصير شي قوي وما ننسى هروب رينيس ونزولها في القبو على طول عرفت انه في تنين جاي في الطريق وبالفعل جات لكن ما سوت شي اعطتهم تحذير بس انه الحرب جاية الشي الوحيد اللي حسيته ناقص في هذه الحلقة هو ديمون ما بغى أحلف لكن والله ديمون ورينيرا ما رح يعدوا الليلة على خير على العموم جدا استمتعت بالحلقة تقييم الشخص للحلقة التاسعة من هاوسو الث دراجون والتسعة من عشرة أبغاكم تكتبوا لي رأيكم في هذه الحلقة من أمتى أفلام الحروب وآخر فيلم حربي رح يكون معنا في سلسلة الفيلم الذهبي وقصته عن جنديين بريطانيين يأدوا مهمة مستحيلة والمهمة هي انهم يدخلوا أرض العدو عشان يوصلوا رسالة لقواتهم ويمنعوا توجههم لفخ مميت طبعا فكرة الفيلم مو بس بهذا القصة الفيلم انعمل بطريقة وبطابع مميز كفيلم حربي والمخرج سام منديزي اللي أخرج تحفة سكايفول وأمريكان بيوتي أخذ هذا الفيلم لليفل مختلف والفيلم هذا فيه نجوم مرة كثار مثل بليديك كامبر باتش وأندرو سكوت وريتشارد مادن وكولين فيرث وأخيرا مارك سترونغ وأخيرا اسم الفيلم 1917 واصداره بسنة 2019 الفيلم ما فيه لكتات ويصلح للمشاهدة العائلية تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو التسعة من عشرة وأبغاكم تكتبوا لي تحت في الكومنت أفلام ذهبية من عندكم من أمتى أفلام الحروب وآخر فيلم حربي رح يكون معنا في سلسلة الفيلم الذهبي وقصته عن جنديين بريطانيين يأدوا مهمة مستحيلة والمهمة هي أنهم يدخلوا أرض العدو عشان يوصلوا رسالة لقواتهم ويمنعوا توجههم لفخ مميت طبعا فكرة الفيلم مو بس بهذا القصة الفيلم أنعمل بطريقة وبطابع مميز كفيلم حربي والمخرج سام منديزي اللي أخرج تحفة سكايفول وأمريكان بيوتي أخذ هذا الفيلم لليفل مختلف والفيلم هذا فيه نجوم مرة كثار مثل بليدك كامبر باتش وأندرو سكوت وريتشارد مادن وكولين فيرث وآخيرا مارك سترونج وآخيرا اسم الفيلم ناينتين سيفنتين وصداره بسنة 2019 الفيلم ما فيه لكتات ويصلح للمشاهد العائلية تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو التسعة من عشرة وأبغاكم تكتبوه تحت في الكومنت أفلام ذهبية من عندكم زعلان لأني ما تكلمت عن هذا الفيلم فيلم فيه كمية مشاعر ويجسد الواقع وقصص الظلم اللي بنسمعها قصته عن شخص متهم ظلم بأنه ارتكب جريمة هو ما سواها وبنته تحاول أن تثبت براءته بكل الطرق هذا الفيلم يخليك تستشعر وتحس بالحياة والحرية ومن منظور ثاني يخليك تشوف قساوتها وظلم بعض البشر ونصيحة مني حاول تشوف الفيلم لوحدك لأنك رح تبكي غصبا عنك وأخيرا فيلم السهرة التركي Miracle in Cell No.7 أو معجزة في الزنزانة رقم سبعة واصداره بسنة 2019 وتقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8.5 من 10 لا تنسوا اللايك والفولو جمعة وويكند يعني فقرة الأفلام المميزة اللي تنضم لسلسلة الفيلم الذهبي وقصة فيلما اليوم عن حياة الملياردير جوردان بيلفورد وكيف قدر يكون ثروته الهائلة من البورصة وفي عمر صغير هذا الفيلم اللي تابعته أكثر من خمس مرات وكل مرة عيده أستمتع أكثر من المرة اللي قبلها وكل ما تابعه أخذ من الفيلم رسالة جديدة لكن كمجمل الفيلم يوريك أنه لكل صعود هبوط والعكس تحفى من تحفى المخرجة العملاق مارتين سكورسيزي ومن بطولة واحد من أفضل ممثلين عندي وعندك ليوناردو ديكابريو وأخيرا اسم الفيلم The Wolf of Wall Street واصداره بسنة 2013 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو 9 من 10 مسلسل الرعب والغموضة الجديد The Watcher هل يستاهل أنك تتابعه أو لا قصته عن عائلة تنتقل لمنزل أحلامهم وفجأة تجيهم رسائل مشؤومة وتحديدات من الجيران حولهم قصة المسلسل الحقيقية والمسلسل يتكون من سبع حلقات تدخل في أول حلقة تلاقي نفسك تبتكمل الحلقة اللي بعدها اللين توصل للحلقة الرابعة وهنا يا عزيزي تبدأ تشوف الرتم يطيح وتحس بالملل وتدخل في فوضى ما بعدها فوضى علما بأنهم كانوا ماشيين في البداية بطريقة مميزة على العموم ما طول عليكم استمتعت وتحمست في البداية لكن انصدمت في النهاية وتحسفت أني تابعته وفي النهاية تقييم الشخص المسلسل The Watcher هو 6.5 من 10 تابعت فيلم بلاك آدم بدون ما أحرق عليكم خليني أعطيكم إيجابياته وسلبياته وأول إيجابية أنه الفيلم ما فيه أي لحظة مملة كلها أحداث وحركة وأكشن طريقة التنويع في الفيلم حلوة وفيه طابع كوميدي ممتع والكيميستر بين الممثلين جدا رهيب والمؤثرات البصلية والسينماتوغرافي بيرفكت لأبعاد درجة التوستات المعمولة جدا استمتعت فيها ضمن الأحداث وفيه ناس كثير ما عجبهم طيب نجي للسلبيات والسلبيات ما هي كثيرة لكن القصة كان يبالها شوية تحبشتكات عشان تكون على قوة والحوارات في الفيلم ممتعة لكن ما حسيتها بذيك القوة وهذا الشي اللي ابتقدته في الفيلم وأخيرا ما هي سلبية كبيرة لكن الفيلم تحس مشابه لأفلام دا روك أكثر من دي سي خلونا واقعيين رفعت سك طموحاتي للفيلم وللأمانة جدا استمتعت والفيلم عائل ولعمر 12 سنة وفوق وأفضل خيار ليك في السينما الآن ونصيحة لا تفوتكم لقطة البوست كريدت سين شي ثاني من الآخر وتقييم الشخص لفيلم بلاك آدم هو 8.5 من 10 لا تنسوا اللايك والفولو لكل جديد بما إنه اليوم خميس فقلت أزبطكم بفيلمين للسهرة تصنيف الفيلم الأول هو أكشن وخيال علمي قصته عن بنتي تم إحياءها وتكون نص روبوت ونص إنسان تبدأ تتعرف على ماضيها وهويتها الحقيقية الفيلم مر بطل وراح يعجب الناس اللي حبوا الحركة والأكشن واسم الفيلم إليتا بتال إنجل واصداره بسنة 2019 والفيلم الثاني تصنيفه إثارة ودراما وقصته أحداثه حقيقية في عام 1966 عن تسريب وثائق سرية للحرب بين فيتنام وأمريكا فتتعاون الناشرة مع رئيس التحرير عشان يكشفوا هذا السر الخطير فيلم جدا ممتع واللي يحبوا السياسة والتاريخ راح يندمجوا بالفيلم على طول والفيلم يضم نجوم مثل توم هانكس وبوب أودين كيرك وأخيرا اسم الفيلم الثاني The Post واصداره بسنة 2016 طبعا الفيلمين يصلحوا للمشاهدة العائلية وتقييم الشخص للفيلمين هو الثمانية من العشرة لا تنسوا اللايك والفولو سلام خميس وويكن وجاء وقت فيلم السهرة فيلم السهرة اليوم تصنيفه حرب ودراما تدور احداث الفيلم بعد الحرب العالمية الثانية والقوات الدليماركية تأسر مجموعة من الجنود الألمان ويجبروهم انهم ينظفوا شاطئ كامل من الألغام المتفجرة بدون مراعاة أي مخاطر الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتعيشوا معاه في توتر ومشاعر وتخرجوا منه بعدة رسائل وأخيرا اسم الفيلم Land of Mind واصداره بسنة 2015 الفيلم موجود في جميع المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو ثمانية من عشرة سلام وأخيرا دخلنا الشهر السادس يونيو ايش هي أهم الأفلام والمسلسلات اللي رح تنزل في هذا الشهر بتاريخ اثنين يونيو رح ينزل فيلم الاكشن Last Seen Alive في جميع صالات السينما وبتاريخ ثلاثة يونيو رح ينزل الموسم الثالث من مسلسل The Boys على منصة امازون برايم وبنفس اليوم بتاريخ ثلاثة يونيو رح ينزل فيلم الاكشن Interception على منصة نتفلكس وبتاريخ ثمانية يونيو رح ينزل مسلسل مارفل الجديد Miss Marvel وحتلاقوه في جميع المواقع وبنفس اليوم ثمانية يونيو رح ينزل فيلم الكوميديا والدراما Hustle على منصة نتفلكس وبتاريخ تسع يونيو الفيلم المنتظر لهذا الشهر Jurassic World Dominion واللي رح ينزل في جميع صلاة السينما ومسلسل Peaky Blinders الموسم السادس واللي رح ينزل على منصة نتفلكس بتاريخ 10 يونيو وبتاريخ 17 يونيو بينزل فيلم الاكشن Spiderhead على منصة نتفلكس واخيرا الموسم الثالث من مسلسل The Umbrella Academy واللي رح ينزل بتاريخ 22 يونيو على منصة نتفلكس احفظوا المقطع لانه مرة رح يفيدكم لا تنسوا اللايك والفولو سلام تقولي في الكوميديز من افضل الشخصيات عندكم في هذه المسلسلات مسلسل Peaky Blinders اكثر شخص حبيته في هذا المسلسل هو Alfie Solomons The Walking Dead افضل شخصية عندي Daryl Game of Thrones جيمي لانستر جون سنو جيمي لانستر جون سنو مسلسل How to get away with murder كل الشخصيات تنحب بس بالنسبة لي افضلهم Frank Delphino واخيرا مسلسل Vikings والله الخيار جدا صعب اي فار اليوم رح تكلم عن فيلم قصة جدا رهيبة وغريبة وجديدة يعني في الكتب والقصص والاساطير ما مرت علينا القصة هذي والفكرة هذي اللي ثارة الجديد Old خلينا اقول لكم قصته على السريع وفين تقدروا تتابعوه عائلة تقضي اجازتها في جزيرة وفي الجزيرة هذي تصير ظاهرة غريبة والظاهرة غريبة هذي انه عمرهم يتغير يعني البزر اللي عمره ستة سنين يصير شايب والعكس شيء سيخلي المشاهد في حالة صدمة واستغراب الفيلم انعرض في سنمات دول اوروبا وامريكا وفي هذا الاسبوع رح ينزل بجودة السينما على المواقع وبعد جهلين بالضبط فيلم اللي ثارة والاكشين ما ينتاجه تقديم نيتفليكس السماء القرمزية او بلاد ريد سكاي قصته عن مجموعة الارهابية تختطل طيارة في الليل في داخل الطيارة هذي في واحدة عندها مرض غامض وتكتشف سير مرة خطيرة عشان تحمي ولدها طبعا الشر الممثلين في هذا الفيلم هو دومينيك بورسيل بطل مسلسل بريزن بريك الفيلم حلو وساعتين تستمتع فيه يعرض على نيتفليكس وباقي المواقع الوقت سلام حابب تتابع اجدد الافلام حتى اللي تنعرض بالسينما اول باول بجودة عالية ومترجمة وبدون اعلانات جايب لكم موقع مشابه لنتفليكس وافضل صدقني الموقع ذا رح يفيدك لايك وحركة الاكسبلور ولتس جو موقع بايناموس يقدم لك اجدد الافلام وتقدر تحملها وجودتها توصل الى فور كي تقدر تدخل الموقع بجميع الاجهزة جوال ايباد لابتوب اي شي عندك تجربة سبع ايام مجانية للموقع وبعدها يبدأ الاشتراك الشهري بثلاثة دولار فقط لو حابين اشرحكم على الموقع اكثر اكتبوني تحت في الكومنت اليوم جايب لكم مسلسل من موسم واحد وعشرة حلقات خفيف ممتع تخلصوا في جلسة واحدة المسلسل بطولة المثل العملاق براين كرانستون اللي يمثل مسلسل بريكينج بات قصته عن قاضي متمرس باقي له شوية وترقل فوق يتورط في قضية كبيرة بسبب ولده اللي صدم واحده هرب والشخص اللي صدمه ولده من عائلة جرامية كبيرة انا عن نفسي تابعت المسلسل في موقع فاصل اعلاني تقدروا تتابعه هناك وانجوي وسلام اليوم راح تتكلم عن المسلسل درامي والكوميدي تدلاسو وليش لازم تتابعه طبعا قصته عن لاعب كرة قدم امريكية معتزل يسافر للمملك المتحد عشان يدرب فريق كرة قدم استوعبتوا انتو هو يفهم في كرة قدم امريكية بس ما له في كرة قدم حقتنا ايش البقعات اللي ممكن راح تصير المسلسل من موسمين وفيه كمية ضحك مطبيعية يعرض في جميع مواقع انترنت وانصحكم تتابعوه بسلام خميس ويكند وجاء وقت فيلم السهرة فيلم السهرة اليوم تصنيفه اكشن واثارة وقصته عن قناس سابق في الجيش الامريكي واتهم باغتيار خمس اشخاص ويجي ضابط سابق في الجيش مو مقتنع بهذا الشي وياخذ التحقيق الين يكتشف الحقيقة الفيلم من بطولة الممثل اللامع توم كروز واخيرا اسم الفيلم جاك ريتشر واصداره بسنة 2012 وفيه منه جزء ثاني والجزء الثاني اصداره بسنة 2016 والفيلمين يصلحوا لعمر 13 سنة وفوق موجودين على منصة نتفليكس تقييم الشخصي للجزء الاول هو ثمانية من عشرة تقييم الجزء الثاني هو سبعة من عشرة سلام عالم الافلام مفتوح للكل والمنافسة فيه قوية بين الممثلين لياخذ لقب الافضل لكن المنافسة هذه تغيرت تماما في اخر 30 سنة بدخول المغنيين لعيبة الكورة لعيبة السلة وحتى المصارعين وصارى الموضوع ما يكتصر على الممثلين المعروفين فاليوم حلقتنا بعنوان ممثلين ما هم ممثلين مين هما خلونا نتعرف عليهم رح حاول اتكلم واذكر جميع الفئات وحنبدأ بالمغنيين دائما نعرف ان المغنيين لهم صيط عالي وقوي في الاعلام وانه ظهورهم في الافلام يزيد من قوة الفيلم اعلاميا ومغني الراب الامريكي المعروف فوست مالون ومشاركته القوية بالفيلمين سبينسر كونفيدنتل وراثوفمان مع الممثل جيسو ستيثم فيلم جديد نزل امثل اربعة تصنيفه دراما وكوميدي واللي قصته على المستكشف لاعبين كرة السلة حظه مرة سيئة لكن يجي اليوم ويلاقي فيه لاعب متكامل ويحاول بكل الطرق الممكنة انه ينجح مع هذا اللاعب ويتغلب على حظه السيئ فيلم يوريك التدرج في عقبات الحياة ويعطيك جرع التفاول حتى لو ما تحب تابع كرة السلة صديقني راح تنبسط بالفيلم الفيلم تقريبا يشبه فيلم كريد واخيرا اسم فيلم السهرة هو هسل او همه في ملاعب كرة السلة موجوده على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7.15 سنة جمعة وويكند وجاء وقت الفيلم الذهبي تصنيف فيلم الذهبي اليوم هو حرب واكشن قصته في الحرب العالمية الثانية عن رقيب واربع جنود ودبابة يتجه في مهمة انتحارية خلف خطوط العدو فايش ممكن يسوه هذول الخمسة اشخاص مع جيش كامل هذا انتوا اكتشفوه بنفسكم الفيلم فيه كوكبة من النجوم واهمهم براد بيت وجون بيرنثل ويستود لابوف وبينا واخيرا اسم الفيلم فيوري واستطاره بسنة 2014 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق تقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9 من 10 السلام اليوم جايب لكم مسلسل خرافي وتوقع قليل منكم اللي تابعوه تصنيف المسلسل هو فانتزي ودراما وقصته عن دكتور يشتغل في معمل طبي لإختبارات وهذا الدكتور عنده سر محير وخطير جدا وهذا السر الخطير انه عايش لأكثر من 200 سنة ما يكبر أبدا وبمساعدة شركة المحققة يحاول يسوي يكتشفو سبب هذا السر الخطير المسلسل من بطولة الممثل يوان جروفود ويتكون من موسم 1 في 22 حلقة وأخيرا اسم المسلسل فوريفر واصداره بسنة 2014 المسلسل موجود في جميع المواقع ويصلح لعمر 16 سنة تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو ثمانية من 10 سنة جمعة وويكيند وجاء وقت الفيلم الذهبي فيلما اليوم تصنيف وخيال علمي ومغامرة وقصته عن الكرة الأرضية وانه ما صارت تصلح للعيش ما حد يقدر يسكن فيها ويتكلف مزارع وطيار سابق انه يقود مركبة فضائية مع فريق من الباحثين عشان يدوروا على كوكوب جديد مناسب للبشرية القصة ما توقف على كده في تجارب واستكشافات رهيبة ليك انت كمشاهد في هذا الفيلم الخرافي والفيلم من بطولة ماثيو مكونهي وانها ثلوي من إخراج العبقري كريستوفر نولان وأخيرا اسم الفيلم انترستيلر واصداره بسنة 2014 الفيلم لعمر 12 سنة وفوق وموجود على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9.5 سلام أكثر فيلم منتظر في هذا الشهر فيلم الأكشن والإثارة The Greyman وقصته عن عميل يكشف أسرار خطيرة عن الوكالة وتترصد مكافأة على رأس هذا الشخص ويصير مطارد من الكل بسبب زميله السابق من الوكالة نفسها ليش متحمس لهذا الفيلم؟ لأنه من بطولة كريس إيفنز ورايان قوسلينج وأنا دي آرماس والفيلم من إخراج جو أنثني روسو اللي أخرجوا فيلم وإنفينيتي وور وفيلم إكستراكشن الفيلم راح ينزل بالسلمة بعد أربع أيام بتاريخ 14 يوليو وراح ينزل على مرصة نتفليكس بعد بثمانية أيام بتاريخ 22 يوليو بخليكم مستعدين وجاهزين سلام اليوم جايب لكم فيلمين والفيلمين هذول نهايتهم صادمة الفيلم الأول عن زوج وزوجة ينتقلوا البيت جديد ويزورهم صديق سابق ويجيب لهم هدايا وينشب لهم كل يوم علينا يصير شي غير متوقع اسم هذا الفيلم The Gift واصداره بسنة 2015 تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7 من 10 والفيلم الثاني عن خياط انجليزي يصنع بدلات غالية واغلب زباينه من رجال العصابات ويصير شي مفاجئ ويهدد حياة هذا الخياط واسم هذا الفيلم The Outfit واصداره بسنة 2022 تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5 من 10 طبعا الفيلمين موجودين في جميع المواقع بجودة عالية سلام تابعت فيلم The Grey Man وحس من زمان ما شفت فيلم اكشن بالطريقة هذه صحيح انه تحس القصة مكررة لكن مخرجين الفيلم اللي هم الاخوان روسو اللي اخرجوا فيلم Avengers Endgame و Infinity War اخذوا هذا الفيلم لليفل عالي طبعا ما ننسى الاداة الاسطوري الابرز الممثلين واللي هم كريس ايفنز وراين غوسلينج وانا دي ارمس هذا الفيلم كأنك تتابع Fasten the Furious و جيمس بوند مع بعض اكشن وحماس ومتمل ابدا الفيلم راح انعرض على نتفلكس بعد ثمانية ايام بتاريخ 22 يونيو لكن في السينما التجربة مرة مختلفة مع السماعات المحيطية والشاشة العملاقة واخيرا مدة الفيلم ساعتين والعمر 15 سنة وفوق تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو ثمانية من عشرة سلام واحد من اقوى افضل المسلسلات في الفترة الحالية مسلسل الدراما The Offer المسلسل يتكلم عن صناعة افضل عمل في التاريخ بالنسبة لي فيلم The Godfather فهذا المسلسل راح تعرف كل التفاصيل والصعوبات اللي واجهت المنتج والطاقم اثناء تصوير هذا العمل الايقوني طبعا لازم تكون شايف اول جزء من فيلم The Godfather عشان تستمتع بالمسلسل وتعيش الأجواء المسلسل من موسم واحد يتكون من 10 حلقات لعمر 18 سنة وفوق موجود على منصة OSM Plus باقي المواقع الانترنت وتقييم الشخصي لهذا المسلسل هو التسعة من عشرة سلام ملخص لهم الأخبار السينمائية لهذا الأسبوع الخبر الأول بعد نجاح فيلم Top Gun Maverick مايلز تيلر في محدثات مع توم كروز لعمل جزء ثالث من Top Gun والخبر الثاني والمحزن وفاة الممثل تولي سيريكو لعمر 79 عام وهو الممثل المعروف والمشهور بدور هوليغ والتيري من مسلسل The Sopranos والخبر الثالث والجميل انه نتفليكس اعلنت عن نسخة حية من Death Note ورح يكون مسلسل ومن إنتاج The Differ Brothers اللي ابتكروا مسلسل Stranger Things واخيرا والخبر المهم مقابلتي مع تامر حسني نزلت كاملة في البرنامج الأحمر ودخلنا الشهر السابع يوليو ايش هي اهم وقو الافلام والمسلسلات اللي رح تنزل في هذا الشهر بتاريخ واحد يوليو نزل البارت الثاني من الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things على نتفليكس وبنفس اليوم نزلت اول حلقة من مسلسل الاكشن الجديد The Terminal List على امازون برايم وبتاريخ سبع يوليو بينزل فيلم الاكشن الجديد Hot Seed في جميع صالات السينما وبنفس اليوم تنزل اول حلقة من مسلسل خيال العلم الجديد When Happened جميع مواقع انترنت وفيلم Thor Love and Thunder ينزل بتاريخ 8 يوليو لكن عندنا ممكن يتعجل ممكن ما ينعرض وبنفس اليوم ينزل مسلسل الدراما The Longest Night على نتفليكس وبرضو بنفس اليوم بتاريخ 8 يوليو ينزل مسلسل الإثارة Blackbird على منصة Apple TV وبتاريخ 11 يوليو رح ينزل البارت الثاني من الموسم السادس لمسلسل Peter Cole Soul جميع مواقع الانترنت واخيرا اكثر فيلم منتظر فيلم الغموض والإثارة The Grey Man رح ينزل بالسينما بتاريخ 14 يوليو على منصة نتفليكس بتاريخ 22 يوليو السلام واحد من اقول الفلام الملحمية اللي ممكن تشوفها رح يكون اليوم فيلم للذهبي وقصته باختصار عن حصار مدينة طروادة والحرب اللي استمرت لعشرة سنوات بين الاغريق وسكان طروادة الفيلم الملحمي اللي مبني على قصة اختلف المورخين عن حقيقتها من عدمها ولما يكون فيلم ذهبي اكيد بيكون من بطولة نجم كبير ومعروف زي براد بيت واخيرا اسمه الفيلم تروي واصداره بسنة 2004 الفيلم لعمر 18 سنة وفوق وموجود على منصة نتفليكس باقي المواقع الانترنت وتقييمي الشخصي لهذا الفيلم الذهبي والتسعة من عشرة سلام اشتركوا في القناة